بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه الآية استوقفتني وأتذكرها دائما اليوم انتشر الكذب بشكل مرعب سبب مشاكلنا في هذا العصر السبب رقم واحد هو الكذب النبي صلى الله عليه وسلم نبأنا عن ذلك ولكن الله عز وجل أعطانا خطابا إلهيا رائعا لنتذكره في كل لحظة حبذا لو تحفظوا هذه الآية وتطبقوا ما جاء فيها الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا أمر من الله عز وجل أنت لنفرض أنك تعمل في محل لديك مدير لديك صاحب عمل وأمرك أن تلتزم بشيء معين هل تخالفه هل تخالف ما أمرك به صاحب العمل كيف بإله عظيم رحيم كريم وهبك البصر والسمع والفؤاد وهبك نعمة الصحة وهو الذي يرزقك سبحانه وتعالى وهو الذي قادر أن يصرف عنك الشر قادر أن يصيبك بضر قادر أن يهديك قادر أن يفعل ما يشاء بالكون كله وليس فيك فقط يفعل الله ما يشاء طيب ألا تطيع هذا الإله الرحيم نحن الآن نشتكي أحبتي في الله من كثير من مشاكل العصر القلق والحزن وقلة الرزق قلة الحيلة الضعف الذي نعاني منه كثير من الناس يشعر بضعفه وهوانه على الناس طيب هل فكرت بالسبب الحقيقي لماذا يحدث هذا هل فكرت أن الكذب الذي تمارسه ولا تشعر به أصبح نظام يومي أصبح عادة يومية أن نكذب هل فكرت بأن هذا يمكن أن يكون مخالفة كبيرة جدا لأمر الله سبحانه وتعالى والنبي نبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكد أن المؤمن لا يكذب قد يفعل كثير من المعاصي ولكنه لا يكذب أصبح لدينا أمر الكذب أمر بسيط جدا وأمر معتاد وهذا هو السبب غضب الله سبحانه وتعالى على كثير من الناس إذا أردت أن تقوي ثقتك بالله فكن صادقا مع الله ومع نفسك ومع الناس إذا كنت تؤمن بهذا الإله العظيم وتؤمن أن الله قادر على كل شيء وقادر أن يفعل أي شيء عليك أن تطبق أمره عز وجل عندما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أمر إلهي طيب هذه الآية أيها الأحبة يعني من أسرار القرآن أن القرآن كله مرتبط ببعضه مرتبط الآيات مرتبطة ببعضها ببعض هذه الآية جاءت بعد ذكر التوبة تكرر ذكر التوبة قبلها كأن الله يريد أن يقول لك الصدق يؤدي لأن يتوب الله عليك إذا أردت أن تكون من هؤلاء الذين تاب الله عليهم على من تاب الله سبحانه وتعالى هل تعلمون لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم هذه آية ذكرت فيها التوبة مرتين أيها الأحبة والرأفة والرحمة وذكر فيها زيغ القلب أنت هل تضمن أن قلبك يمكن أن يزيغ وتنشغل بهذه الدنيا ثم يأتي الموت فجأة وأنت منشغل بالدنيا وأنت لاهن لاهية قلوبهم الله عز وجل تاب على النبي لماذا؟ النبي كان صادق النبي لم يكذب ولا مرة في حياته المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم كانوا صادقين وكل من يدعي غير ذلك لا يعرف من هم المهاجرون والأنصار ولا يعرف من هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين اتبعوا النبي في ساعة العسرة في أضيق الأوقات وفي تشكيك الملحدين والمنافقين في ذلك الوقت والحصار الاقتصاد الذي فرض على النبي وأتباعه وكل أنواع الابتلاء التي كانت موجودة على الرغم من ذلك اتبعوا هذا النبي ولم تزغ قلوبهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ثم قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا دقيقوا على ألفاظ التوبة كم تتكرر هذه الآيات قبل الآية آية الصدق ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثلاث مرات ذكرت التوبة طيب هذه التوبة تكررت كثيرا في هاتين الآيتين ماذا جاء بعد هاتين الآيتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كأن الصدق هو ثمرة التوبة إلى الله كأنك عندما تكون صادقا فإن الله عز وجل سيهيئ لك أسباب التوبة وأسباب الرحمة وستجد رحمة الله عليك ستجد أن الله ينجيك من المواقف الصعبة كما نجى هؤلاء الثلاث قصتهم طويلة طبعا معروفة عندما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم نجاهم الله وتاب عليهم إذن أخي المؤمن أخت المؤمنة إذا أردت أن يتوب الله عليك فكن من الصادقين إذا أردت أن يرحمك الله فكن من الصادقين إذا أردت أن يكتبك الله عنده صديقا فكن من الصادقين إياكم والكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدق يهدي إلى أين؟ إلى البر البر يهدي إلى ماذا؟ إلى الجنة الإنسان عندما يكثر من الصدق ماذا يكتب عند الله؟ صديقا تصور أنك أن سيرتك الذاتية أن ملفك الملف ملفك عند الله مكتوب عنوانه أنك صديق طب ألا تفكر بهذا الأمر؟ يعني نحن الآن نخشى على أنفسنا من أمور دنياوية تافية ونعمل ألف حساب وندرس ونخطط لربما إذا أردت أن تشتري مثلا شيء من متاع الدنيا سيارة أو كذا تخطط وتجلس وكذا وربما لا تتم الصفقة طيب ألا تفكر كيف ستقف بين يدي الله عز وجل وكيف أن هذا الإله الرحيم العظيم سبحانه وتعالى سيجعلك ترى كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة كم الفرق كبير أيها الأحبة عندما تذهب وتقف أمام الله يوم القيامة وتجد أن عنوان كتابك أنك تكتب عند الله صديقا الصدق هو العنوان كم ستفتخر وتفرح في ذلك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذن أيها الأحبة رجاء احفظوا هذه الآية نصيحة ستتذكرونها يوم لقاء الله احفظوا هذه الآية كلها عبارة عن تسع كلمات أو ثماني كلمات ربما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين احفظوها وتذكر هذه الآية كلما هممت بالكذب أو هممت أو أردت أن تكذب تذكر هذه الآية وذكر بها غيرك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يكتبنا من الصدقين عنده إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته